التقى محمد علي ياسر محافظ محافظة المهر بعدد من قيادات الحزب الاشتراكي في إطار لقاءته بمختلف الأحزاب والمكونات السياسية بالمحافظة وفي اللقاء ثمن المحافظ بن ياسر وقوف الحزب الاشتراكي كغيره من المكونات السياسية والمواطنين إلى جانب السلطة المحلية ودعم جهودها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وحفظ الأمن والاستقرار في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلد عموما وانهيار العملة وغيرها من التحديات الأخرى واستعرض المحافظة الأوضاع على مستوى العامة وجهود السلطة في تأمين الخدمات ومتابعة الحكومة في كثير من الجوانب والقضايا وطبيعة المعالجات المتخذة لمواجهة التحديات الماثلة أمامها والسعي لحل حالة مشكلة الكهرباء وطرقها لجميع الأبواب لسد هذه الفجوة ووضع الحلول الكفيلة لافتة إلى أن السلطة المحلية تواجه تحديا كبير في ملف الكهرباء لعدم قدرتها على التحمل نفقات الوقود نيابة عن السلطة المركزية وقيامها بمهام خارج التزاماتها سعيا منها لتلبية احتياجات المواطنين